القاضية ليست قضية كورة القادم ولا قضية إقالة والاستقالة لتجمال بالماضي هم يتكلمون الآن على 200 ألف أورو وكذا وزيادة لماذا أعطيتهم لهم؟ لماذا أعطيت جمال بالماضي؟ أنا راني قلت راني نتكلم في كلام موضوعي وكلام عقلاني وأي إنسان راه عنده عقل يفكر به راه رايح يقول لك بالله غير الكلام اللي راه يقول به راه هو كلام صحي راني قلت بالله هم في مرحلة من المراحل هذي كورة القادم هذي مشيغة في الجزائر في العالم كامل راه يسميوها أفيون الشعوب هم في ذلك الوقت ارتأوا على جلباش هم يمتصوا الغضب بنتاع الشارع جابوا بالماضي كان مطلب بنتاع شرائح والله نقوله فئات طلبوه على جلباش يكون على رأس الفريق الوطني وجابوه والناس فرحت كانوا هما يطمحوا على جلباش يفوتوا واسموا الدومي في نار والله قال غال الربع النهاي جاب لهم لا كوب لكن هل هذك الكأس اللي جابها جمل بالماضي منعت بوت فليقاه ما منعتوش لماذا؟ لأنه الشارع خرج عليه ديهم هو ما كانوا في ذلك الوقت على جلباش يحوسوا يستغلوها لكن خرجت عليه ديهم لماذا؟ لأنه جمل بالماضي يعني نقول لك هذه ربما ما قلتهاش في تسجيلات سابقة والله في مداخلات سابقة الان انت جيت لها اكذكرتني نقول هك جمل بالماضي اللي كان حاكمه هو قيد صالح دعنا نهضرها بالصوت وبالصورة فهمت جمل بالماضي اللي كان حاكمه هو قيد صالح حلوف ما يضر به ذرك رأيهم متعات في معاه تبون اوكي وممكن حتى انقريحها ولكن رأيهم يحفروا له مننا ومننا فهمت جمل بالماضي ما نشان اللي جبتو انا راني قلت باللي القاضية خرجت على البعد الرياضي انتاعها وكان جت رأيهم مسألة قال مثلا كورت القادم وانتهى الامر وش عليا قاضية ما بقعتش في كورت القادم رأيها لوبيات رأيهم ذرك هما نفس الناس اللي هما كانوا وراه باش ينحيو هذك زد شي نفسهم رأيهم محبوا باش ينحيو جمل بالماضي وموشي حبا في كورت القادم والله حبا في الفريق الوطني كاين شباب انا قلتها انا اشحال من المرة ونزل نعودك رأيها كاين ناس رأيهم ذرك هما مغيوظين على الفريق الوطني يودي احنا رأيها غاثنا انا هذي الفرصة هذي انتاع قطر هذه والله العظيم تأثرت لها اي ما تأثر شكر لي ما يتأثر شي صحيح غاثنا غاثنا هو انه الفريق الوطني فيه على شعراء لكن ناس رح على بالها باللي فيها الاربيتر وفيها الفار وفي هكذا وفي هكذا مسحوها في هذك زفزاف هذك اه اسمو هذك عمارة هذك مسحوها فيه لكن فيه لوبيات اللي هي كانت تعمل من اجل تحطيم جمال بالماضي وزد شي هو هذي كانوا ناس يعملو لها فهمت ليه ماش قضية طاعة اسموه تعكورة القدم قضية داخلة فيها السياسة وهو ما درك الان منهم اللي يراه ويستعمل في هذك الغضب بتاع الشارع الحمد لله هو انه بفضل هذه المداخلات اللي راها موجودة على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى مواقع واحد اخرى راها خلق التوازن الى حد ما وبدأت الناس تفيق باللي راها فيها طبخة باش نبيل لك باللي هذا التسكع هذا اللي راها موجود في القنوات الفضائية مبداش البارح مع هذا جمال بالماضي وانما خدموا له من سنوات وصلوا الجزائر لهذا الموصل هذا تعليل زوية ذكرهم كانوا دارين محلل في الشؤون الاستراتيجية على قناة البلاد وعلى قناة تعبر تي في وقوة قنواته والشروق محلل في الشؤون الاستراتيجية الورك هو مختص فرد ومش غير هو فما بالو كانت بلاعبين لعبوا في الفريق الوطني يذكره بعد سماع الارض لكن رانا قلنا هذا كراه وقت من الاوقات الان نحن في عصر واحد اخر ماذا بينا على جلباش هذا السلطات برنامج لمدة شهر والله شهرين والله هذيك بلوكيه ورح المشكل قال ديروا تكوين ومن بعد قال امتحان ومن بعد مش مع انت بلين تديت شهادة خلاص تدي الشهادة وصح من بعد قال هاهي قوانين تخدم بها السيد ما عنده حتى علاقة بالتحليل عمره ولا كان قراء دراسا تعنص والله عمره ولا دار تحليل انتع واسمه جينتي يحلل لك حلل في فاشنتي اسماء اللاعبين يعرفوهم من خلال من خلال واسمه القنوات الفضائية ومن خلال صاحبي تال اسمي كونتك وين الناس يتنقلوا قال مثلا يشوفوا ملاعب قالت دير الاسبانيا شوف الملاعب باش يعرفوا ملاعب بتاع الجزائر كفارها ديرا البرحنا قاعد نشوف صاحبي الناس وين راها واصلة كلش اذيك الصورة يا صاحبي درعون كيف اشتخدم الكاميرات كيف اشتخدم التعليق كيفاش الناس لحقت الواحدة الدرجة من الاحترافية والمشكل وين هو انه ما هم يخدمون من خلي الناس تخدم شباب مساكن درسوه في الصحافة اللي عنده اللي صانس والماجستير راه واحد يبيع في طموبيلات واحد راه ودخل في مجالات مختلفة انا نقول لك بالله انا عندي زوج من العائلة تاعي خالي من الناس اللي رام بعد زوج من العائلة تاعي واحدة بالماجستير واحدة بالليصانس في زوج قراء الصحافة في زوج واحدة هذه الماجستير عندها زوج لغات هذو اللي تتقنهم خمس واحد راه والزوج رام في تعليم واحد مراقب واحد راه معلمة في الابتدائي بالماجستير تخيل انده وناس هكذا جايين هم هكذا واحد كلوشار حاطينه في قناة هكذا وقاعد يبرح تبرح هاني انا مواطن عادي ومع ذلك راه كين كتب راه الواحد يوميا راه يتعلم راه يقرأ راه يشوف في بارامج راه يشوف في افلام وثائقية كين مراكز انت اعتكوين تقدر انت مثلا تدخل تقرأ فهمت بارامج يوميا والانسان راه يحاول علاج البش يطور يوميا لماذا لانك انترك في منافسة منافسة راه الناس تقدم في مادة اعلامية وكذا وبالتالي انت مجبر علاج البش انت تخوض هذك الميدان هذك انت ناس قاعدين لك ثم في قناة فضائية متكسلك فيها ودي رجلو وخاصة اذا كان جابوهم مسؤولين لانه هما المسؤولين للأسف شديد كين منهم اللي ما عندوش الشرعية الشعبية فبالتالي هما عن طريقهم قال واحد هذا مجاهد يلا جيبوا هذا لاعب كورت القدم جيبوا هذا ما نشعرف هنا جب كأس والله هذه جبت ميدالية والله ديك جبوا يقعد هو يجيب لك هذاك منه وهذاك منه وهذاك منه على جلبه شوية يخلق بهم شعبية هذه هي معروفة عند الناس السياسيين مش حاجة جديدة لكن شكون اللي راح يدفع الثمن راح تدفع الثمن هذه الطاقات راح تدفع الثمن هذه الكفاءات وهذا الشباب اللي راكم تشوفوا فيه انتوما يخرج تلق انت واحد والله العظيم تشوفهم والله تبكي تبكي الدم تلق انت واحد يا صاحبي برزقه في بلاد عنده ترواز يامي طاج وعنده سيارة نتاع وعنده كذا يحرق لك في زورق خارج البراء ما يشوفكمش متشوفكمش هذه الطاقات اللي راح كل يوم تخرج متشوفكمش والله العظيم راكم تدفعوا في الناس الى ما لا تحمدوا عقباه لذلك علي جل باش نختصر وباش ننصحوا خاوتنا هذو اللي راح يسمعوا فينا تبعوا فينا يا شباب كين منكم اللي راح يتبع في كرة القدم ولا ربما راح متعاطف او راح هو ضد تأكدوا بلي هذه كرة القدم راح داخل فيها السوسة انتع السياسة سوسة وكان جات راح سياسة قال مثلا تعوفق التنافس قال راحو اللي عنده مشروع واللي عنده برنامج واللي راحو عنده القدرة والله هذي كوربح والله مبروك سوسة السياسة هذو ناس ممشي مارسوا في سياسة راح يمارسوا في البوليتيك وراموما يستغلوا فيكم راح مضي كلان فبالتالي يحلوا عينكم هذا وش نقول لكم يحلوا عينكم وراهو الوقت بيننا ماذا يكون هو اللي يأكد لكلامنا والله الكلام بتاعكم الوقت هو اللي راحو يأكد هما راحو يستغلوا في الرياضة ويستغلوا في مجالات اخرى يستغلوا الربح ويستغلوا الخسارة نحن الشي اللي راحو واجعنا واجعتنا البلاد راحو نشوف في الدول كيف راحو متطورة نشوف في هالدول وين راحو مشات في كل مجالات ونشوف في بلادنا عندنا كفاءات وعندنا ثروات ولكن للأسف شديد مبعثرة طاقات مبعثرة كفاءات مبعثرة وهذا الناس مستمرين باللا مبالات مستمرين بالناس اللي راحو مجمون فوتيستاذوك مستمرين بالهبال هذا اللي راحو ذركه في التيك توك وفي المواقع المختلفة خاصنا وعي والوعي هذا يكون صحيح وعي ويكون مستمر وهذا لا يتم بين عشية وضوحها اقراوا تعلموا الثقفوا راها كينا الحمد لله الكتب الان راها موجودة على الانترنت راها افلام الوثائقية راها موجودة كذا وما لازمش تركزوا على بعض الاشياء اللي ربما تشوفوا فيها انتو ما قال مثل واحد انت ما عجبك ش وجهو والله ما عجبتك ش حطو والله كزاء المحتوى واذا كنت تخمم في البلاد خمم في البلاد راهو هذا جمل بل ماضي يروح اليوم والله غدوة تبون يروح اليوم والله غدوة راهو راهو يروح اليوم والله غدوة وهذا كل كل الناس ياسع عندك يا فعل الخير وراهم يبقى في الود غير حجاره اشتركوا في القناة